نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من صور تزعم تجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر وإزالة الأشجار النادرة بها تمهيدا لبيعها وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما يجريه هو تنفيذ لخطة شاملة بهدف تطوير الحديقة الدولية ورفع كفاءة جميع خدماتها مع الحفاظ على محتويات أجنحة الدول المختلفة المتواجدة بها وذلك من نباتات وأشجار نادرة وذلك بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي وجذب مزيد من الاستثمارات داخل الحديقة ورفع كفاءة الحديقة بما يليق بزوارها من المواطنين